السلام عليكم بوليتيكو الولايات المتحدة تخشى من مهاجمة قواتها في الشرق الأوسط إن لم تكن مشتركا في القناة فالشارك وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية مقالا مطولا أوضحت من خلاله أن الولايات المتحدة تخشى من الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في البنتاجون يشعر مسؤولو الوزارة الدفاعية بالقلق من أن الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا أو القوات الإيرانية في الخليج ستكون قادر على الاستفادة من عدم الاستقرار في المنطقة لمهاجمة القوات الأمريكية كما فعلوا من قبل المتحدد باسم العمل العسكرية الأمريكية لمواجهة داعش في سوريا والعراق للصحيفة إن الوحدات الأمريكية في الشرق الأوسط تدرك أن الأشرار يعتزمون الاستفادة من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة وأشارت بوليتيكو إلى وجود حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا وحوالي 2500 جند أمريكي في العراق وأضفت الصحيفة الفصائل الموالية لإيران هاجمت بشكل دوري القواعد الأمريكية في كل البلدين على مر السنين بما في ذلك في مارس الماضي في الأخير إذا كنتم من المهتم بالنوائي من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتوصلوا بالجديد والشكرا